الأيام دي بيكون في حالة كده من الآلق داخل بعض الأسر المصرية بسبب قرب فترة الامتحانات مش بس كده لأ كمان بينقلوا التوتر والآلق ده لأولادهم من كتر ما بيقولوا لأولادهم انتوا لازم تذكروا لازم تجيبوا مجموعة كبير لازم تتفوقوا لازم تكون أحسن من فلان ومالاق ويبتدوا بقى طبعا قصة المقارنات اللي احنا عارفينها كل دي ضغوط بالمناسبة يعني بيكون لها نتائج عكسية على الطالب تعرف من ايه انها بيكون لها نتائج عكسية اكيد طبعا ما فيش حد هيجي بفترة الامتحانات ويوتر ابنه بهذا الشكل إلا ويكون لها نتائج عكسية ممكن يكون بيحمسه ومش بيوتر ما هو بقى احنا عندنا طول الترمة ما هو دي النقطة بلأ احنا عايزين نتكلم فيها دعوة الدكتور هتتكلم فيها انت عندك طول الترمة تبتدي واحدة واحدة لكن ما تجيش تضغطه بفترة الامتحانات وتقوله انت لازم انت لازم اعتقد ده بيوتر طيب خلينا نعرف ازاي الناس اللي بتتوتر تتخلص من التوتر ازاي الناس اللي مش حاسة بحق خالص تحس شوية بالتوتر يمكن تقدر تذاكر شوية في الكام يوم اللي فضلين ازاي الاسر ما تنقلش التوتر ده لابنائها ده اللي حنعرفه من ضفتنا اللي من رأنا في استوديو صباح الخير الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس يا دكتورة صباح الفل عليك صباح السعادة صباح السعادة والتوفيق يا دكتورة الأسر بتنخصم لقسمين والولاد بينخصم لقسمين قسم بيتوتر في الامتحانات وبيبقى عايز يعمل احسن حاجة وقسم ولا كأنه جهة اصلا وكأن السنة الدراسية دي ما عدتش عليه وده ملوش علاقة بالمستوى الدراسي يعني بعضه ممكن يكون نابه جدا ومش فريق له وبرضه ممكن يكون نابه جدا ومتميز جدا ومتوتر جدا صحيح نعمل ايه في الفترة دي خلينا متفقين ان القلق ده شيء طبيعي جدا ده لما قلقشي اقلق على ابني او اقلق على الاسرة زي ما حديك قلتي كده في ناس لقنا عندها لم وبالا مش مهتمة فالقلق منطقي جدا جدا في الفترة دي لان انت داخل اختبار ففيها هيدي نتيجة وهتبقى مسؤولة عن نتيجة ولو في سنة مصيرية سنوات المصيرية كتيرة فهتبقى انت اكثر قلقا بس المهم في الموضوع انه ما يزيدش عن الحد الطبيعي المعقول اللي يحفز على الشغل يعني ايه يعني مبقاش متوتر ورايح جاي عمالة قارن بينه وبين زميله انت بنعمك جاب مجموعة كبير في الامتحان ده وانت لازم تبقى زيه او احسن منه زميلك وجرنا مامتو بتقول انه تكرم وجاب كذا فانت لازم تبقى اعلى منه المقارنات لا بلاش المقارنات لان الزكاء فيه زكاءات متعددة مش زكاء تحصيلي بس ممكن انا اكون خطيرة في المذاكرة والتاني اخوي عنده زكاء اجتماعي عالي جدا فيتميز في مجال محتاج الزكاء الاجتماعي وانا تميز في المجال اللي محتاج التحصيل بس ده مش معنى ان انا ههمل التحصيل او هقول له ما تذاكرش لا زاكر بس ابقى واعي كاب وكام ان ابني لو مش سوبر مش لازم كل الناس تبقى سوبر مش الطبيعي ده هو حتى فكير في الحياة 80% متوسطين قدرات طبعا 80% متوسطين و20% ما بين الضعاف التعليم وما بين سوبر جدا جدا فمش مفترض منه انه هو يبقى اينشتاين لكن مفترض انه هو يبقى ناجح ناجح في المجال المتناسب مع شخصيات كمان موضوع المقارنات ده دكتورة زي بيؤثر كمان على علاقة الابناء بأهليهم بعد فترة الامتحانات خلينا اقول لك بقى هو فترة الامتحانات ممكن يحبطني انا شخصيا يعني انا لو انا مذاكر كويس وان انا اقدر اعدي وماما عملة تقول لي انت فاشل انت مش بتذاكر ما هو انا ممكن اكون عبقاري بعد ساعة زي 10 ساعات غري بيعودها فهي شايفة ان المدة الزمنية اللي انا بعودها مدة الليلة فهي بتقيسي الانجاز على المدة لكن قدرتك تحصلية علي فالاسترس اللي هي بتحطه علي والضغط ممكن يخلينا اوصل لمرحلة لا انا ممكن ما ادخلش الامتحان السنادة عشان انا مش مستعي يا دكتورة ده كلام طالها موضة بين ما هو انا يقولك انا قدرتي التحصلية وهو اصلا ما فتحكي لا 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 ما هو انا خلي بالنا انا عدت ساعة فهمت انا اصلا كنت سامع في الكلاس فمش عارف ايه خلينا اقول اما ما انا مش هسدقه من اول مجره لازم نختبر القضية دي درجاته عاملة ايه يعني انا انا عايز اقول ان انا ما هونا كل الشباب هطلع اقولك انا ده انا معدي انا كل حاجة بفهم من اول مرة جميل ابقى متابعة بقى مع الدرس بتاعه ومع النتائج بتاعته في الشهر فخلاص هو كده فعلا يبقى انا خلاص بقى اهدي كده وخليكي انك تحفزيه مش انك تقرنيه لانه هو عارف هو عايز ايه خلينا اقول هو محدد هو عايز ايه فتمان لكن امتى ان انا خليك اسرة القلق اللي عندي احوله لطاقة دافعة ان هو ينجز منه ان انا ما قارنش بينه وبين اللي حواليه ان انا ما اقولوش دايما فاكر السنة اللي فات تمنت ما زاكرتش حلو وجبتي مش عارفة درجات ايه فاكر وافتكر من 90 سنة بقى وفاكر اما مش خلاص احنا ولاد النهاردة هو لو انا لقيته تعلم الدرس لا يا دكتور العمل والدراسة تراكمية فيش حاجة فيها ولاد النهاردة لا 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 كاي اي حاجة مبنية على اللي قبلها محدش فاجأة حينام يصحى بس خلي بالك اما فيه فيه ناس لو الكعبل وعرف ما يتكعبلش تاني يبقى هو تعلم يبقى برافو لكن لو الكعبل ومعرفش الدرس المستفاد من ده يبقى هتكعبل تاني فانا لو حسيت انه هو دلوقتي استوعب الدرس انه السنة اللي فاتت كان بيلعب ومش مركز قوي ويبتدى يبقى خلاص شغال يبقى لأ يبقى نهدى كده ونقول له برافو وانت احسن خلي بالنا اما كون ابني او بنتي عند مستوى معين ويرفع عنه شوية مطلوبش منه انه يوصل للقمة مرة واحدة لان ده ضد قوانين الطبيعة يعني انا كنت مثلا الترم اللي فات او الشهر اللي فات انا كنت جايبة درجة اقل من درجة النجاح وجيت الشهر اللي بعده وعليت اربع خمس درجات ما قولوش انت ما جبتش الدرجة النهائية وانت فاشل لأ ده ناجح وبرافو عليه لانه طلع تلات اربع درجات تلات اربع درجات سلم مش تلات اربع درجات فهو خلاص شهر عرف الطريق انا بقى لازم برافو عليك انا مبسوطة منك جدا انك طلعت ده انت الشهر الجاي ان شاء الله هتطلع هتبقى سوبر ان شاء الله فيبقى اننا ماستعجلوش ماستعجلش وابقى عارف انه بدان بيتعلم من اخطاقه يبقى هو ماشي على الطريق والقلق بتاعي احاول القوات دفع اننا دايما نبص على الجانب الايجابي مافيش حد فاشل بنسبة 100% وحد ناجح بنسبة 100% فيه حد تتعلم من اخطاقه وتعرض لعصارات كتيرة فبقت الاخطاق بالنسبة له حياة يعني حياة بمعنى ايه بيقدر يتعامل معاها بشطارة مش حياة انه هو بيخطأ لكن هو بقى عارف بقى من كتر العصارات لا هي الحتة دي عمل لها ده فبقى بالعكس بقى عنده زكاء وقدرة على التصرف ومرونة عالية جدا جدا عظيم ده ما لقش منه طيب ازاي لما لقيه هو متوتر والان ان انا اتدخل عشان اخفف عليه القلق والتوتر يعني هل مثلا اشجعه وقوله انت ان شاء الله ربنا هوفقك وهتجيب الدرجات النهائية وشد حيلك ولازم الدرجات النهائية ولا اقوله انت عملت اللي عليك حاول تركز بس اطول فترة ممكنة خلال الفترة دي وتدخل الامتحان تكون مركز وبعد الامتحانات حتى لو ما جبش الدرجات النهائية فما فيش مشكلة يعني ولا هل نقطة الاخيرة بتاعت ما فيش مشكلة ممكن تخليها تراخة وخلاص بقى ام انا مش فارق وامنتوا بقى مش مشكلة حتى لو ما جبش الدرجات النهائية فمش مشكلة انا ابقى مسك العصاية من النص لتديره الثقة اوي لان نتيجة الامتحانات ما طلعتش فخلاص ما يترقاش بقول انت مش فاكر الامتحان الفلان يما كنت حاسس انك مش مذاكر قوي وجبت الدرجة النهائية مش فاكر الامتحان اللي كان السنة اللي فاتت وانت كنت تعبان قبلها افكروا بنجحاته اه طبعا واتك عليها اوي اش ما انا بقى ليه حفكروا بنجحاته ومش حفكروا بعثاراته لا لانه هو لو انا شيكي ماذا حفكر حفكر لا 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 ملأ كده بعيره حضرتك مش فكره لو انا فكرته بعثاراته أنا كده بهدده بهدده نفسيا أنت ممكن تفشل مش فاكر ما فشلت السنة اللي فاتت لا خليني لو هو تجاوز العصارات ولقيت هو بينجز أكتر يبقى هو خلاص هو تعلم منها مش بحتاج أنه أنا فكره به هي في وعيه هو فاكرها كويس قوي وابتدي أتكع على النقط المضيئة عنده فاكر السنة اللي فاتت أما كنت تعبان قبل الامتحان وبقيت تقول أنا مش هقدر أجاوب وجاوبت وكنت ممتاز والمدارس حتى لو خطأ خطأ حتى الخطأ اللي أنت أخطأت فيه المدارس قال ده كان فوق مستوى الطالب المتفوق كمان برافو عليك أنا واثقة السنة دي أن أنت هتبقى أحسن واحد في الدنيا وأنا راضية بالنتيجة لأن أنا عارسة أن أنت عملت اللي عليك بس الجدعا ما سكوتش ما قفلش الجملة عملت اللي عليك الموضوع ما انتهيش تمام؟ يعني أنا أعرف حالات تيجي وأنا شخصيا عصرت طالبة عندي كانت مادة صعبة شوية في تدريس الجامعة والبنت جات في الامتحان مذاكرة المادة جدا ونتيجة التوتر والعصبية هي طرعت من الامتحان بتقولي أنا مذاكرة جدا بس أنا معرفتش حل أنا حلت خالص لا حلت بس هي بقى الأصل اللي مذاكر ده أنت دايما أقول لك ما بيخافش اللي مذاكر يعني دايما الهادي والجدع ده بقى خلاص ده بيع القضية حضرتك خالص يعني مش لأن منطقنا أنا داخل الامتحان حتى لو أنا مذاكر حتى لو أنا مذاكر لازم أبقى يعني يطر هعمل إيه يطر الأسئلة هتيجي زي ما أنا متوقع يطر أنا هقدر أحل كويس لازم يبقى عندي جزء من القلق يكون إيجابي فالبنت طلعت من كتر القلق اللي ستريس اللي هي وقع عليها قالتني أنا بقيت عارفة الأسئلة وحسنت أنني نسيت كل حاجة بقيت أكتب وكتبت حاجات بس مش هي اللي تديني امتياز وحس أن أنا جاي بالدرجة اللي أنا عايزها وفعالي أنا ما بصتت في الورقة لقيتها يعني يا دوب تجيبي المقبول يا دوب فأنا شخصة لقيت الحمدر أنها جابت مقبول بعد كده بقت هي تحديدا وأنا بتكلم معها كالطالبة بصي الامتحان هيجي سهل جدا ولا يهمكو وجمده قلبكو وطبعا الامتحان مش هيجي سهل الامتحان بيبقى جاي متفاوت عشان التأديرات والرانكينج الترتيب بصوا أكيد أكيد هيجي في حاجات أنتم عارفينها فلازم تبقى داخلين لازم تبقى داخلين وفقين من نفسكم وما يجي لك سؤال حاول يعني لف حوالين العوامل اللي هو بيسأل عنها أكيد أنت هتصادف العامل الصحي وتكتبه فبقى إيه تلعب بدنا عندي فرد وفيه فروق فردية والضغط والقلق بيضغطه جدا لازم تتعامل مع القضاة دي طب أنا طالب في وسط ممكن مئة طالب طب أنا في الأسرة عندي طالب أو اتنين إذني أو بنتي فلازم أدير القصة دي بلاش المقارنات بلاش أن أنا حطى دايما تحت قلق ممكن أنظم له وقته مرحليا طب هو نظم وقته تمام طب لقيت وحات شوية يعني بيضيع وقته شوية لا أنت كده غلط أنت خلي بالك إنا ضيعنا ساعة مبارح إصحى أنا عارفة أن أنت منظم وقتك ومسسم نفسك تمام بس برضو يعني أنا بديك جرس كده أنا معيك خلي بالك شوية قلت ما فكرك بس طب حاضر الأسلوب نفسه في التواصل بيفرق كتير جدا الكلمة ممكن تطلع السماء وممكن كلمة تنزل الأرض ده منطقي لأن بالعكس ده كل ابني ما يكون حساس كل ما كلمتي قد يتأثر فيه فلازم أكون الدينامو اللي بيشجعه مش اللي بي لا مش فاكرة ما لعدت السنة اللي فاتت وفشلت وصلت في المدة لا خالص بلاش أنا عارفة أنت تعلمت من أخطائك بلاش اللي حصل السنة اللي فاتت أنا واثقة أنت الأصل عندك هو أنك تبقى أحسن حاجة في الدنيا دكتور حيعيشه في الوهم لو هو الأصل عنده ما هوش كده هو حيعتقد أنه خطير وعارف كل حاجة أو البنت حتعتقد أنه هي عارفة كل حاجة عايزة أعرف إيه لحد الفاصل ما بين أن أنا أعمل هالة من الدعم الزيادة اللي ممكن تخلي ابني وبنتي أو الأسرة يعني تعيش في الوهم وتتصدم بالنتيجة فأتسبب له في صدمة نفسية زيادة وما بين أن أنا أعرف أحفظ لو أنا مش متابعة هعيش في الوهم ده لأن المفروض إحنا بنقول إيه موسم الامتحانات والله الامتحانات مش موسم يا شباب خالص الامتحان أنا من أول السنة عارفة أن أنا عندي امتحان المنطق مش إن أنا بسيب كل حاجة لقبل الامتحان إلحق عبي عبي المعلومات إلحق طب تيجي تسترجع المعلومة تلاقيها مش طلعة اتحشرت جوه لأنها ما تحفظتش متحفظت هنا بمعنى إنها تبقى موجودة في العقل مش حافظ بمعنى حافظ إن أنا ما بنتهاش بطريقة ما استوتش جوه الموح بالضبط إن أنا المفروض يعني بحط المعلومة خلي بالنا التعلم والتعليم أسلوب حياة مش مش امتحان لأن الطالب لو قدام محاطة إن هو بيذاكر عشان يمتحن لو حقق الغاية منه بتكلم علم نفس لو حقق الغاية من استرجاع المعلومة في الامتحان هو نيس المعلومة ومش مفترض إنه بتعلم عشان ينسى حضرتك هو عشان يحصل له تراكمية مش في سنة ده في سنوات عمره عشان ما يكبر ويدخل في مجال تخصصي معين يبقى عنده تكامل لشخصية يعرفش هو في التاريخ وهو في ابتدائيه يعرفش هو في الجغرافية طب هو دكتور ما هو محتاج الحاجات ديه طب هو أديب ما هو محتاج الحاجات العلمية حتى لو مش في المجال عمله بالضبط في الفيزياء والكيميا هتديله ثقافة عامة هتأسس شخصيته وتكونها فبالتالي التعليم مش مرتبط بالامتحان ومعودش ابني ذاكر عشان الامتحان اطلاقا بلاش نحط المادة ده ونتعامل معاه على انها مسلمة خالص انت بتتذاكر عشان تتعلم انت بتذاكر عشان تبقى أحسن عشان تعرف النقاط المظلمة عندك تضيء فتبقى شخصية عارفة كل حاجة وفاهمة كل حاجة ومتخصص في حاجة اللي اتنين طيب ما فيش شك انه الأولاد بيكون عندهم يعني أسلوب حياة طول فترة الدراسة وكمان في الأجازة لكن بنيجي احنا بقى في الفترة دي عايزين نشأل بكل حاجة ما فيش تليفونات ما فيش نوادي ما فيش خروجات ما فيش صهر ما فيش ما فيش احنا طبعا بيبقى هدفنا انه يركز أطول فترة ممكنة في الدراسة هل ده ممكن يؤثر عليه بالسلب ويزود التوتر والقلق هنكمل اللي كنا بنقوله حالا قبلها اسلوب حياة يعني ايه اسلوب حياة يعني انا وانا راح النادي وهو عنده تمرينه لازم ابقى عارفة ان فقرة المذاكرة والتحصيل دي بتمت فاحنا خلاص نروح فقرة اللعب ايما كان انا متميز في اللعب انا بطل ايما كان اللي اتنين فلازم فقرة المذاكرة والتعليم ديها وقتها وفقرة اللعب ديها وقتها اسلوب حياة طول السنة ما ينعش ان انا لو عندي بطولة فانا هلاقها اتضرب شوية خلي بالك ياسين احنا الاسبوع ده اهملنا شوية ان شاء الله بعد البطولة دي وانت اديت كله مجهودك وانت برفو عليك وشاطر خلاص الاسبوع الجاي لازم نعوض في التحصيل عشان انا ماجي الامتحان واعمل المرونة دي ما بين القوالب اللي انا حطاها عندي انا اتكيت شوية فانا هزاكر شوية وافصل تمرين يبقى ده اسلوب حياة ان انا بدي وقت اولويات برتبها عندي حاجة فالاولوية هنا للتدريب والاولوية هنا للامتحان والاولوية هنا للتحصيل فانا مش هتدايق لان انا تعودت ان انا بتنقل بمرونة وسهولة ما بين ان انا بزور عائلتي ان انا بقعد على السوشال ميديا ودي حرام الوقت الاول فابقى محجمها ان انا بذاكر فابقى عارف وقتي فيبقى بتنقل بدول بمرونة وعلم فيبني ان انا مش بنا اللي بنقله ان انا ببس فيه الضمير الذاتي ان هو يقدر يدير تنقلاته ان لأ الوقت ده تمرين يا ماما طب خلاص يا حبيبي معاك بس خلي بالك طب لقيته ما جيت نقل غاب شوية او مداش حق التحصيل لأ انت خلي بالك انت فلتت منك شوية خلي بالك مرة واثنين ولا خلي بالك هي مرة واحدة لا خلي بالك مرة ما هتابقى المتابعة خلي بالنا التربية كل حاجة المتابعة ما فيش طفل بتدوس على ريموت كنترول وهو يتنيه قوة الدفع الذاتي ماشي ليوم الايام فيش حاجة كده احنا بشر احنا انسان بننسى فأتنيني احفز ودي 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 شوية لحد ما حس انها باقت عادة خلاص بالعكس ده العادة هنا مش خصة التحصيل والامتحان والدرجة ده باقت عادة في شخصيته انه هو لو بيقدر يدير حياته بين اكتر من اهتمام تبصي تلاقي شخص ناجح جدا وبيعمل تسعمائة الف عمل في اليوم وشخص مش قادر يدير وقته فما بيعمل حاجة واحدة او اتنين يقولك يا اليوم انضرب ايه الفرق ما بين الاتنين ده قادر يدير تنقلاته بمرونة عمال يتنقل من الفكرة دي للفكرة دي لمجال الاهتمام ده انا بقى اقرأ انا بلعب رياضة انا بذاكر انا بزور قريبي كل الحاجات دي ادارة الوقت وكمان تحديد الاولويات وترتبها هو اللي بيفرق كل شكرا ليكي نورتينا دكتورة امل شمس استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس اهلا وسهلا سعادة بوجودة معاكو شكرا جزيلا يا فن اشتركوا في القناة شكرا